بسم الله يا ابو الابن الوحكو بسم الله يا نوحد امين عنوان الكلمة لتكن مشيئتي احنا متعوضين تملي في صلواتنا نقول لتكن مشيئتك ليه فكرنا في العنوان ده افترضوا معي ان ابا نوب ابا نوب بنقوله هو في صلي ابا نوب هو في قود الصلاة وهو بيصلي الصلاة لربنا يسوع علمه لنا لما تلاميذه قالوا له نصلي ازاي قال لهم هتصلوا كده فابا نوب وقف بيصلي ونفاجأ ان ابا نوب جي عند لتكن مشيئتك وغيرها وقال لتكن مشيئتي يعني الصلاة الربانية فيها سبع طلبات اوكي بنازف السموات يا تقدس اسمك اول طلبة ليأتي ملكوتك تاني طلبة وثالث طلبة لتكن مشيئتك وانا فاجأ ان اخونا ابا نوب بيقول لتكن مشيئتي ليه كده ابا نوب طيب بيني وبينكم كده هنقول ايه على ابا نوب بنوعد نفكر كده هنقول ايه على ابا نوب ليه قال لتكن مشيئتي فكروا معايا او بلاش ليه تعليقوا عليه ايه تعليق ايجابي من الاخر يعني انتم ملكو هجدان فيه متفوقوا كده تعليق ايجابي يعني ده قال حاجة صح ها لا ابا نوب عزمي انت هتفرق معاك يا ابا نوب مين لا بص يعني في حد ممكن يقول فعلا هو مينة بيهارك بس هو فعلا ممكن حد يقول كده يقول ازاي ربنا يسوع معلمني الصلاة الربانية بهذه الطريقة وانا اقول بالطريقة دي ده كده بيهارتك ده بيقول بيجدف ده بيحرف كلامي انجيل هادي واحد فيه تاني ممكن واحد تاني يقول ايه ها كده تعب حلو كويس قوي ده وقع شوي ده ما بصلهاش من ناحية عقائضية او كتابية ده تعب ده واحد جاب اخره ويعني وقف في صلي وقول له بص بقى انا مش اقدر اقول لك لتكن مجيئتك بصراحة لتكن مجيئتي بس نظرتنا لهذا الشخص اللي تعب برضو هتبقى نظرة سلبية صح والغلط منتفقين معي ولا لا؟ معي؟ ياه ازاي قادر يقول كده ما هو ده لنا بقى اللي انا عايز اقول فاكرين قصة داود النبي لما اخطأ ونسان جه يوبخوا فاكرين القصة دي قال له ايه قال له ايه رأيك يا داود الملك كان فيه شخص غلبان فقير عنده معزاية ما عندهش غيرها وبتنم في حضنه متعلق بها جدا وراجل تاني غني عنده حراكسر جدا وجاله ضيف فحب يكرم الضيف راح واخد الغنمية بتاعة الفقير ودبحها وقدمها لضيفه ايه القصة دي فقال له داود ايه حكمك عليه فقال له ايه يموت فراح قال له ايه انت هو الرجل انت هو الايه ليه بقول الكصة دي لان احيانا احنا بنحكم على اشخاص بكصوة هرتق ماشي بدماغه مش عايز اسمع صوت ربنا وتفعر ايه التعريق اللي انا هقوله وانا نفسي بعمل كده احيانا كتير انت هو الرجل معايا طيب قبل ما يبتدي في كلبتنا ربنا يسوع نفسه ادينا مثل عملي كنائب عن البشرية قال تعبين مهم جدا انشأت يا ابتاء انشأت ان تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك من الناحية اللاهوتية مفيش مشقتين مفيش ارادتين ولكن ربنا يسوع بيتكلم كنائب عن البشرية بيقول لو انت في تجربة والدنيا صعبة وكاس مرة قل له كده قل له بص لو تقدر تشيل عني التجربة ترفع عني كأس خير وبركة ان ما كانش خلاص يا رب اللي انت تشوفه معايا فانا البداية بتاعتي في كلمتنا النهاردة المثل هو يسوع اهمة ليه في الموقف ده قال له لو تشيل الكاس اوكي بس لو ان ما كانش خلاص لتكن ارادتي ارادتك لا ايه ارادتي طيب نرجع بقى كلمة النهاردة دي كان مقدمة كلمة النهاردة عبارة عن حكتين جزئين هنجاب على الاربع سئلة وهنشوف في الاخر خالص ازاي لما نسلم حياتنا ومشيئتنا وتخضع مشيئتنا لله ازاي بنشوف الكلام ده نشوف حياة التسليم دي في الليتورجية الابطية اللي احنا منصلي بيها يبقى عناع من حكتين هنجاب على الاربع سئلة والحاجة التانية هنشوف حياة التسليم في الليتورجية الابطية طيب ايه هم الاربع سئلة يا دكتور عادل واحد هو انا ليس عاد بقول لتكن مشيئتي مش لتكن مشيئتك مش قادر اقول لتكن مشيئتك واحد اتنين هو ممكن الصلاة تغير مشيئة ربنا هنشوف ثلاثة هو انا ازاي شفت من لتكن مشيئتي لتكن مشيئتك وسلم فعلا اربعة لو انا سلمت ايه البركات اللي انا باخدها في حياتي معايا هنشوف هنشوف الاربع سئلة دول وهنختم بالجزء الليتورجي اللي بنقول عليه علشان نشوف ان احنا كل حاجة بنعتقد فيها وبنؤمن بيها وبنعشها موجودة في الليتورجية وبنصلي بيها اتفقنا طيب تعالوا نشوف اول سؤال ليه ممكن اقول في وقت من الوقات لتكن مشيئتي ومش قادر اقول لك لتكن مشيئتك انا اقول سببين ولو حد عايز يضيف يضيف قبل ما نخش على السؤال التاني بقول ان اول حاجة تقليه العقل يعني تقليه العقل انا دماغي دي هي الكون كل محدش هيقدر يقرعني بغير الى في دماغي شخص يقتنع بدماغه فقط ويلغي دور الله مين اللي وقعه في حت التقليه العقل دول اشهر مثالين الهراطيقة والملحدين هراطيقة يعني انسان مسيحي ولكن ماشي بدماغه مش عايز يسلم مش عايز يقبل تعليم الكنيسة ماشي بدماغه تيجي مثلا لواحد تقوله بص الموجود على المسبح مش مجرد خبز وخمر ده بالصلوات يتحول الى جسد ربنا ودم استحالة بنقول عليها عقيدة الاستحالة تقول لي لا انا لا اقبل ذلك اللي انت بتقوله ده غير مرئي انا اللي قدامي مجرد اربانة وعصير كرم فلن اقبل بما تقول او بما تعتقد من الاستحالة معلش مش هابل اللي انت بتقوله ده ده ماشي بدماغه عقله هو اله هو الاله هو هو شايف نفسه اله ونفس الكلام على الملحد فالنوعيتين دول انسى ان هو يبقى عنده تسليم المشيئة ده هيقوله لتكن مشيئتي طيب ممكن تقولي النوعية دي صعبة شوية ويعني مشحنة يعني الحمد لله طيب السبب التاني هو الزيت وده موجودة بقى فينا كلنا يعني الزيت تعالوا نشوفوا القصة الحلوة دي في يوم الايام اخاب الملك كان داخل حرب اخاب ده كان ملك اسرائيل الحرب دي او الموقع دي اسمها رموت جلعات رموت ايه جلعات اخاب الملك قال انا هنضم او هتحد مع يهوزة اسرائيل ويهوزة يتحدوا مع بعض ويخشوا الحرب دي كان ملك يهوزة في الوقت ده اسمه يهوشفاط فاخاب قال اليهوشفاط ايه رأيك نخش الحرب دي مع بعض لما نتحد مع بعض هتبقى كوة يهوشفاط كان رجل بار يهوشفاط قال له اوكي بس انا من رأي يا اخاب قبل ما تخش الحرب ناخد رأي النبي اللي عندك ده رجل الله معي ويه كلمته هتبقى مظبوطة ده يمثل الله يمثل صوت الله قال له مين ده قال له ميخا ابن ياملى ميخا ايه من ياملى قال له ياه ده انا سجنه ليه بس قال له ده ما بيجيب ليش غير الاخبار الايه الوحشة وطول النهار يقنم في الوحشة فا ياه هشفات قال له بس اسمع الكلام يا أخاب هات ميخا من السجن ولازم قبل ما نخش الحرب نسمع رأي الراجل ده الراجل ده رأيه مهم لأنه يمثل غير الاخبار وحشة رجعوه السجن تاني ياه هشفات قال له ومع ذلك دخلوا الحرب وقد كان أخاب اقتل في الحرب ولحسته الكلاب زي بالزبط ما عمل مع مين مع مين نبوت الايه يا زرعيل ما سمعش صوت الله اللي كان واضح ما تخش الحرب لا هدخل الحرب لتكن مشقتي طب الصوت اللي جاي لك ده اقفل مش حايز اسمع وهكذا نفعل كثيرا صوت الله واضح ما تخش في الحوار ده لا هخش يا ابني الدنيا مش سالك هخش وده واضح جدا جدا في موضعات كتير يا ابني ما تسافرش لا هسافر ربنا بيقولك من خلال علامات كتير قوي اسمع الكلام انا عارف انا بيقولك هسافر وانجح الموضوع واضح جدا من كتر المشاكل بتاعة الخطوبة يا ابني فوق لا انا مصمم طيب خلاص اوكي تتجوز تتجوز ما فيش سنة ونلاقي مشاكل 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 وساعتها هذا الشخص اللي تتجوز وما سفرش سوط الله من خلال اهله وابعترافه وكل الامت اللي بتحصل حواليه والخدام والمشيرين ووا 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 ويجي يحصل مشاكل ويجي يقول ايه كنت فان يا الله لماذا تركتني يا راجل حرام عليك يا ما بص نقديك مفيش حبيب خطوبة فيها كل هزي المشاكل ما بينكو ها وتكمل بلاش الزات اللي عندك دي بلاش عند علامات كتير او بتقول لك لا سوري لتكن مشاكل فواحد تقليه العقل دماغي فقط اتنين الزات ما بسمعش مش عايز اسمع حاجة ضد رطي منشوفها كتير جد تبقى في البيت بتنصح حد اخوك صغير اختك صغيرة اختك صغيرة يا حبيب انا عايز مصلحتك اسف انا اكبر منك اسف ابي اعترافك بلاش تسافر هسافر وهكذا بقى ففي حاجات كتير جدا بقول لتكن مشيقتي اما بسبب ان انا عقلي ده فاكره هو كل حاجة او عندي حتة ذات وكبرياء بتخليني ماسمعش اللي حوالي بالرغم من كل الـ اللي حوالي اللي بتقولي ما تخشش في الموضوع ده اوكي طيب دي او نقطة انا هصلي من هنا للسنة الجاية انا ما عنديش مشكلة انا هصلي وانا واسك انك انت هتستجيب فالسؤال هل الصلاة تغير مشيقة الله اسمع منكم هل الصلاة هل الصلاة تغير مشيقة الله اه يعني انا بتغير اوكي لكن السؤالي واضح هل الصلاة تغير مشيقة الله لا تخليني اقبل مشيقة ها اوكي طيب عشان بس ما يبقاش فيه تعارض ما بين هذا الكول ان الصلاة تحرك يد الله وما بين الايجابة اللي انا هقولها انا هقول اني الفرق ما بينهم هو يعني يوسفني ان انا اصدمك ان انا اقولك ان الصلاة لا تغير مشيقة الله خلينا نتكلم منتظر صراح وانا الكلام ده مش بيزد على يعني ده خبرة شخصية لانا مقولش حاجة غير ما تكون سمعتها من اقدم من مصدر ابونا مخيل مرة قالها هنا وابونا بقول الجورج قالها في كذا وعظة فانا مش بألف هيا قد تكون صادمة ولكن الصلاة تحرك الجبال نعم تحرك الجبال القلوب الاسية تلينها نعم الصلاة مفعولها يعني رهيب جدا عظيم جدا تديك كوة رهيبة ولكنها لا تغين مشيئة الله اما انا بصلي ليه هو انت بتصلي بس مجرد عمال النقطة التانية الصلاة هي قائمة من الطلبات عايز وعايز 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 ولو ما عملش كده خلاص لا ما عليش سامحني يبقى انت كده مفهومك ان الصلاة اصلا غلط الصلاة هي حياة مع الله هي صلة فانا لما لما بطلب بطلب بدلة البنين ها ولكن يا رب لو انت شايف الخير في الموضوع ده ماشي طب هتقعد خمستاشر سنة تانية وكأن يبدو لنا ان الله كان عايز يموت فبصلاة اشعية وشفعته وانصحاك حسكية ربنا غير رأيه لا يا عزيزي ده متعروا تفسير ابونا تدرس تلاقوا في تفسير مسياني لهذه القصة حاجة عجب حسكية في هذه القصة بيمثل كل نفس بشرية كانت هتموت وحكم عليها بالموت ولكن بتجسد ربنا وفداءه عاشت فكأن حسكية هنا بيمثل لنا الموضوع مش كان هيموت صلى فعاش لا ده موضوع كبير ده فيه رمز رمز للبشرية اللي فسدت وحكم عليها بالموت ولكن ربنا اتدخل بتجسده وبالفداء وبالقيامة علشان كده لما عاش خمستاشر سنة يقال ان الرقم خمستاشر باليهودي حرفين يمثل يهوى الحرفين بتوع خمستاشر باليهودي equal يهوى يعني فيه اشارة سرية لله الايه الله او الكلمة المنتجة طب في نفس القصة الشمس يقال ان الشمس رجعت عشر درجات علشان علشان يحصل ده وانه يعيش كده الكتاب يذكر ان الشمس رجعت عشر درجات وده تكملت التفسير اللي احنا بنقوله ان الشمس هو شمس البر هو ربنا اسو فالكصة مش مجرد واحد كان هيموت فصلنا له فعاش لقل نقصر فالله ان شخص عزيز علينا عيين وصلينا مر واثنين وثلاثة ومات فنقول الله هو انت ليه ما عملتش معنا زي ما عملت محسكية لا الله لي حكمة ان في هذا الوقت هذا الشخص مش حسكية نتكلم على اي حد هذا الشخص يمرض ونصليره ومع ذلك ربنا ياخده في هذا الوقت ايه حكمته ممكن ما نكونش نعرفها دلوقتي لكن ربنا هيكشف لنا في وقت من اللقوات اتفقنا طيب نقطة التالتة والسؤال التالت ازاي اقدر اصلي لتكن مشيئتي من قلبي ماكنش برددها كده وخلاص ازاي استغنق عن لتكن مشيئتي وانا واقف بصلي ما بقولش الصلاة ربانية يا بنا لازم السماء بتكدس اسمك لأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك عالارض برددها كده بصلاة وانا مش مدرك الكلام تعال نشوف واحد الشركة ان يبقى فيه شركة حقيقية مع الله مش هتوصل لحياة التسليم ولا انك انت تقوله لتكن مشيئتك فعلا اغلا ما يكون فيه شركة مع ربنا ازاي الشركة الشركة دي نمر واحد في العمل يعني في العمل بيقول الله لا يعطينا عندما نتكاسل لكن يعطينا عندما لا نستطيع زهبيل فهم بيقول الجملة دي يعني انت ما تقولش انا هرمي كل حق على ربنا وتتواكل عايز اقدم في شركة عايزين ناس عالين قوي ممكانيات عالية قوي وانا ما عنديش حاجة يا رب اتدخل طيب انت خدت كورسات كومبيوتر لا خدت كورسات انجلش لا بتطور من نفسك لا زي يعني معلش يعني انت كده قلبت للعكس خالص انت فاكر ان انت قاعد باشا وكل حاجة هتجي لك لغاية عندك بسبب حياة التسليم لا التسليم مش كده سيادتك التسليم في جزء عليك في دور عليك لازم تعمله فزهبي الفم بيقولك امسا ربنا هتدخل الله يعطينا عندما نتكاسل لكن هيدين لما عند حد معين اقول له مش قادر فهو بيتدخل ويديني لكن انا قاعد في بيتي باشا ما بعملش حاجة وقول له اتدخل مش هتدخل ده منطقي جدا يعني اوكي طيب هو الشركة انا اشترك معاه في ايه تاني غير العمل اشترك معاه في القداسة كتاب يقول لان هذه هي ارادة الله قد ستكم هي دي ارادته اصلا هو عايزنا نبقى القدسين فانا ازم اشترك معاه في القداسة فاشترك معاه ايه داني حاجتين مرتبطين ببعض الالم والمجد ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا ايه هتتقلم معاه هتتمجد معاه معاه لو انت مش هتعرف تعمل كده مش هتعرف تقوله لتكن مشيئتي لتكن مشيئتك سوريا هتفضل تقوله لتكن مشيئتي لو مش هتعرف تعمل كده انك انت بتتقلم شوية وتتمجد شوية تتقلم شوية وتتمجد شوية وما فيش قلم من غير مجد هو مش بيعذبنا وربنا احنين مش بيعذبنا مفيش كده طب لين عملت سرس على حتة القلم والمجد بعض الناس تلاقيهم لما يجوا يفسروا شركاء الطبيعة الالهية او يقولوا او يستخدموا تعبير التقلو كل اللي في ذهنهم ايه شركة المجد احنا متقلهين احنا ابناء الله كويس وبعدين فيش قلم تيجي عند وقت القلم تقول لا مش عايز لا حبيبي دي مش منفصل عندي وانت فاكر انك انت شركاء الطبيعة الالهية دي كلها مجد وافراح ويا 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 وتيجي عند وقت الجد عند تجربة تختفي بقى من على الفيس وبعد ما انت كنت مغرقنا بقى التقلو وازاي ان احنا اولاد الله وي 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 وتيجي وقت الجد وتخلع لا ايسف يا عزيزي هذه الشركة شركة في الالم والمجد الله يسافر في المجد فاكر انت كده فاهم الموضوع غلط فاذا كنت عايز تشترك مع الله وعايز تسلم له حياتك فعلا اعرف ان في جزء قلم وفي مجد مش على طول قلم ما ربنا مش قاسي كده يعني مش على طول بيعزبنا لا مش قوي كده يعني ده يبقى اله صعب قوي اله سادي نحنش منهم من بكده بيسمح شوية بتقديب اه بيسمح بقلم اه لكن في مجد في فرح في اعلان لما شئته في وقت ملوقات معايا فالموضوع مش كله ضرب ضرب معايا طيب الحاجة التانية اللي تخليني يبقى نمر واحد اشترك عشان تقدر تسلم تشترك تشترك معايا في العمل اتعب هتلاقي هو هيكمل معاك النقص بتاعك والحاجة التانية تشترك معايا في القداصة الحاجة التالتة هما حاجتين بس هنقولنا مع بعض عشان يتدستخ في ذهني دمالي ان كل قلم فيه ايه بعدي مكت الشركة نقمنا اتنين تقديد الثقة ويعنين تقديد الثقة كل ما توقع افتكر كل ما توقع تفتكر هتيجي فقط نوعات تلاقي الشيطان عاملك ايه ايه ده هو فيش حاجة ماشي خالص فلان بيقبط كذا وهي تقول فلانة اللي اقل مني جمالا اتجوزت وا 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 وتلاقي نفسك بقى مش بس موقف تلاقي تجمعات كده شو شو ايه يحب يجمع لك كده يعمل لك كوكتيل مرة واحدة يطلع لك كده ايه علشان ما تسلمش ده لو تأخرت في كذا وتأخرت في تعييني وتأخرت في الترقيتي وتأخرت في جوازي وتأخرت في الحمل وتأخرت مش عام في ايه وتلاقيه راح مجمع حملة كده مرة واحدة ويخليك تفقد الثقة في الله ايه الحل افتكر الله هو دايما وقف معايا ده انا مش هنسى لما كنت في ديئة قوي 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 وربنا دخل بطريقة عجيبة يمكننا يستكتبها من اصبوع لحاجة على الفيس من اجمل مواقف اللي الواحد بيفتكرها في حياته اللي ايد ربنا كانت واضحة قوي فيها ممكن بتبقاش مواقف كتير بس تبقى ذكريات جميلة هي دي اللي بتسند وقت الايه وقت المشكلة ووقت القلم ووقت السكوت بتسند تفتكر كده تقول اه ده انا في يوم الايام انا عن نفسك عادل بفتكر حاجات لي مع ربنا ذكريات جميلة ممكن تبقى من 15 سنة عمري ما انساها مش ممكن ياخد الواحد يبقى جاحد صحيح او مع الاخرين او مع الايه مع الاخرين حاجات كمان اللي تجدد السكة انك تفتكر الوعود تمال يحط ويضرب بنا قدام ايه عنيك الوعود اللي موجودة في كتاب مقدس دي مش محطوطة نظرية ليه محطوطة علشان اقمن بيها هو من بيها ويعاشها انسى ما هو وراء برضو من ضمن الحاجات اللي بتقابلني ان انا عند وقت معين افتكر السكوطات بتاعتي وافتكر ان انا في يوم الايام قلت له لتكن ما شئتي فالموضوع يفضل ايه ينغط صلاعي عشتي لا خلاص انسى مش مهم كلنا بنوع عند وقت معين قلت له لتكن نشئتي مفيش مشكلة كلنا بنعمل كده حتى اللي اللي بيكلمك ده دلوقتي عمل كده كثير وتعلم تعلم من اخطاؤه معايا فالجدع هو اللي ينسى ما تقعدش ما توقفش الزمن عند غلطة او عند سقطة او عند وقت معين انت قلت له فيه لتكن مشكلتي طيب من دين الايات المعزية جدا في الموضوع ده اللي تخلي تجديد السكوطة ملي عندي في ربنا من طول ايه الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله ايه اولها اولها ايه كل ولا بعض كل انت متأكدين كل بس في حاجة ممكن حد يجي يقولك ايه هيفاعل كل انا متأكد ان هي كل وانا شفت الكلام ده مع السلسطة فتية ومعها 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 بس انا ايش ضمني ان انا اللي ينطبك الان نص التاني بتاع الذين يحبون الله صح وغلط ممكن حد يتشكك اه انا اؤمن ان هي كل بس ممكن انا بقاش من النوع ده صح؟ ممكن حد يخش او يتشكك لا حبيبي انت بتحب ربنا عارف ايه دليلنا كم تحب ربنا انت بتقف في مخدعك وتصليلك ان انت لما بتقع بتتوب وبتقدم توبة وبترجع ان انت موجود دلوقتي في الكنيسة ان انت بتخدم ففي حاجات كتير قوي بتقول انت بتاع ربنا انت ابن ربنا انت بتحب ربنا مش معنى سكوتي في وقت ملوقات ان انا لا ينطبك علي النصف التاني من الآية معايا؟ كلنا بنقع فات ملوقات بس بنقوم با هي دي القداسة على فكرة وانت فاكر القداسة ايه؟ هي دي القداسة معايا؟ فكل أكل جالي كونسر كل تعباني ومتقلم آه قلم قلم صعب وانا معترف بكده تجارب تبقى صعبة جده بس كل أكل انت مش مدرك دلوقتي ان كل دي في الموقف ده لان التجربة صعبة ولما بتروح لحد متقلم كده متعرفش تتكلم وفاعل ما تتكلمش أحسن يعني بلاش تواز بس هاكل أكل حتى لو ما عندناش تفسير حاليا ما عنديش تفسير للموقف أو ليه ربنا سمح بكده بس في يوم الايام ربنا هيوزه اللي ليه سمح بكده في الوقت الفليني فاكل أكل فقولوها مش عشان انتو حفظين الآية لأ عشان انتو واسقين في كده وحسين بكده طيب آخر سؤال عندنا هو أنا بقى لما هسلم ايه بركات التسليم ده واحد فرح نيلي ببنو واحد فرح كتاب بيقول ايه زوك وانظوره مقاطية بالرب توبة للراجل الراجل ماله المتوكل على ايه اللي هيتوكل على ايه ده شوف بقى هو ده اكتر واحد يقولك بقى عامل ازاي دوق مين اللي عمل كده ستة انيسة ستة وانيسة دي او انيسة سوري انيسة حكلنا عنها هتلاقوا الفيديو ده على اليوتيوب اللي قنبي يوليوس بتاع مصر القديمة حد سمع الكلام ده قبل كده بيقول وهو راهب في مريمينة في يوم الايام وهو قاعد على باب الدير جات له واحدة والستة دي كان هو مسك التبرعات هو اللي بيحكي يعني فبيقول ستة انيسة دي كان عندها تقريبا سبعين سالة فراحت مطلعة كل الفلوس اللي في جيبها وقالت له خد اذبرع لإيه الدير وبيبص لقاها ما بقى معاها بس فقط خمسة جنيه فبيهرج معاها بيقول لها طب ما تجبنا بقى الخمسة جنيه دي كمان هقيت له لا يا ابني ده انا ايه هارجع بيهم الله انت معاك خمسة جنيه بس هترجع بيهم وحنا هنا في كينج ماريوت هقيت له هقيت له قال لها وانت حكايتك ايه هقيت له بص انا مش متجاوزة وتبنيت بنتين من ملجة والبنتين دول انا ربتهم وكبرتهم وجوزتهم فبيقول لها طب قطر خيرك بس انا حاسس ان انت محتاج الفلوس فراح مطلع خمسين جنيه وبيدها لها قيت له لا لا رجع الفلوس يا ابني وراح مطلع له البطاقة ووريته ان هي كانت ست بتقبض او يعني ست في منصب عالي وبتقبض معايش بتقول لك كلام ده من سنين وهو راهب يعني بتاخد الف ومتين جنيه من سنين فسايدنا بيقول في المبلغ في الوقت ده كان رقم كبير فقالت له انا مش مش بحط الفلوس خالص معاي وانا كل الفلوس اللي محايا صرفتها على البنتين دول اللي ربتهم وجوزتهم وبخدم الستات الكبيرة عندها سببين سنة اللي العايشين لوحديهم يعني بتقول له انا مش اعضى في بيت معين انا وروح اخدم الستات الكبيرة معي اللي قاعدين لوحديهم وبتقول له ده انا انا كنت بخدم وحدة وماتت فهيغير بيتي لما ارجع من الدير هروح اقعد مع واحد الثاني الستة دي غنية ومش عايزة اي حاجة فالمهم سيدنا بيحكي بيقول ان في الوقت ده كان فطار فجاي يقدم لها اكل فبتقول له لا يا يا ابني ده انا صايم لا يا صايم انا صايمة علشان خاطر بنات اللي اتنين عندهم مشاكل معي فهو بيحكي بيقول انا كل الشواهد دي عمالة تحصل حوالي بيقول هو لسه في حد كده في الزمن اللي احنا فيه المهم بيقول ثاب رقم موبايل اخذ رقم موبايل هوا انبسط منها جدا وحبها ولا انا عايز رقم موبايل لك عشان وتواصل معك هو بيحكي ان ست انيسة دي في وصف ما هو بيتكلم معها كمان اكتشف ان هي مريضة بالسلطان ومش عايزة تشتكي مش عايزة تقول له انا متقلمة فقالها لا انا لازم هسأل عنك فبعد فترة كلمها وعرف ان هي في مستشفى الدمرداش هو بيحكي بيقول ان هي لما تعبت وتقلمت جامت استقصرت ان هي تصرف فلوس كتير في مستشفى فقالت انا روح اتعالج في مستشفى الدمرداش وبعد فترة اتنيحت والكهنة اللي عارفينها وبيحبوها بيقول ان هم عملوا زفة في الكنيسة وقت نيحتها فهو بيحكي بيقول ان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده في القرن الواحد وعشرين فيه ناس بتسلم حياتها ربنا لهذه الدرجة ومش رهبان ولا كهنة معايا الساتة دي عامت ايه هاي دي اللي بعديها اللي بتقول ايه كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا زرية له تلتمس خبزا كنت فتى وايه كنت شخت عمري ما شفت واحد صديق ماشي يا رب واحتاج لحيا ولا انت تخليت عنه وفتكروا الستة انيسة طيب الحاجة التانية من ضمن بركات التسليم الخلاص ما هو ربنا نفسه لو احنا مسلمين حياتنا لي وبنقول له رب لتكن مشيئتك ولتكن ارادتك ثم هي ايه ارادته هو نفسه قال الله يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هو عايز كل الناس تخلص وكل الناس تعرف الحق هي دي ارادته فاللي هيمشي على منهجه وهيسلم له هيوصل لبرى الامان انتفقنا يبقى ازاي اوصل لحياة الشركة واحد سوري لحياة التسليم واحد ان انا اشترك معا اتنين اجدد الثقة مفكتش رجائي في ربنا طيب الحاجة التانية لما هعمل كده هفرح لما تملي صوت ربنا يبقى في ودني ويبقى ماشي حاس ان انا ماشي صح هتلاقي نفسك فرحان دخلت في موضوع ارتباط لقيت الدنيا ماشي حلو وفرحان يعرفين ايه ده حسب ما شئته معايا والحاجة التانية الخلاص طيب اخر حاجة بقى نختم بيها عشان ما طولش عليكم ولو اني اصلا طولت يعني انت عملت تكلمنا عن حياة التسليم هو الكلام ده فين بقى في القداس فين في التسبحة اللي احنا بنصلي بيها تعالوا نشوف حياة التسليم في اللي ترجيه الابطاقية هنشوف في تلات حيطة في القداس وفي التسبحة وفي الأجباء في القداس نهاية وشية الانجيل ابونا هو بيصلي بيقول ايه في الاخر خالص بيختم بيقول له ايه لانك انت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجعنا كلنا وشفقنا كلنا ويامتنا كلنا ده يعني بنعلن في القداس على فم الكاهن انت رب حياتنا انت كل حاجة رب انت سر حياتي وانت سر ايامتي وانت سر شفائي وانت سر رجائي ابونا لما بيصلي كده مش بيصلي بلسانه ده بيصلي بلساننا كلنا تصوصا نقول حياتنا رجعنا ايامتنا معايا طيب ايه تأني في بداية الانفورة ابونا بيلفت نظارنا لحاجة حلو قوي خلصنا قدس الكلمة قدس المواضين صلينا صلاة الصلح قبلنا بعضنا بعضا لانت دي بقى الانفورة فحايز يقول لنا ايه بداية غريبة جدا نعمل حاجة يقول ايه اين هي كلوبكم او بعض الاباء بيصالوها ايه ارفعوا كلوبكم يعني كأنه عايز يقول لك ها وانت بقى في الوداس يا سيدي النص ساعة بس حتى دي خلي قلبك معايا خليك مركز معايا وتلاقينا النهاردة كنت حضر للوداس وكنت لس بفكر في الموضوع ده عشان بحضر الموضوع فيسا بفكر قلت ايه انا هركز لما بقونه يقول ارفعوا كلوبكم ونقول هي عند الرب هركز انا كعادل اوكي انا بقولها فعلا بتأيديت واجب ولا مع الناس كلها ولا انا حسيسها نهاردة عمالا باككور كده هيا فعلا قلبي عند ربنا فعلا انا مسلم له على الال اللحظات بتاعت الوداس دي ان هركز ولا ايه معايا طيب واخر حاجة اخر مسل طبعا فيها مسيلة كتير بس انا عشان بس الوقت في الوداس الغرغوري قبل الصلاة التأسيسية ابونا نلاقيه حاجة كده غريبة شوي style غريبة شوي مش متعودين واحنا في الوداس الوداس الغرغوري بيتميز ان فيها عقيدة كتير قوي بيتكلم عن الخلاص كتير قوي ومرة واحدة نلاقي ابونا خرج برا النطاق ده وتكلم بصفة شخصية عمل حوار مع الله واحنا عادين كده كشعب مستمعين لايه يقول له ايه وقدموا لك يا سيدي مشورة حريتي واكتب اعمالي تابعا لا اقوالك الكلام ده ابونا بيتكلم بصيغة فردية صيغة شخصية غريبة شوي ال style ده مش متعودين احنا معي هنا برضو ابونا ان كان حتى بيتكلم بيقول انا اكتب واعمالي انا وكأنه برضو بيقول لنا ركز في الكلمات قول زيه احنا مش جايين للقداس مستمعين احنا جايين مشتركين هزاي كون لمدة دقتين تستمتعوا بالكطعة دي ونرجع تاني انا خلاص هيبقى قدامي خمس داي بس اسمعوا ابونا ازاي بيقولها وبيتلزز وهو مبسوط وهو بيقول له انا مسلم لك معايا تعالوا نشوف اشتركوا في القناة 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 طيب يعني هنا أبونا بيقول أنا هعمل كده من خلال الخبز والخم من خلال مفخارستية فمن ضمن الحاجات اللي هتخليني أن أنا قدر أقول زي أبونا كده أن أنا أشترك في الأوديس طيب الحاجة اللي بعد كده في التسبحة في الحاجات في التسبحة كان فيها تسليم كامل لتكن مشيئتك تعالوا نشوف كده في الهوس الأول بيقول إيه في ربع أو ربعين لا لأنه قد دخل إلى البحر خيل فرعون ومركباته وفرسانه ورب غمرهم بماء البحر أما بانه إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر يعني إيه موسى بيقود الشعب ومشيين وفرسان فرعون والمركبات جايين وراهم ارتعبوا بحر الأحمر يا هنبوط في البحر غرقانين يا ده هيقتلنا موتى موتى طيب يحصل إيه عجب موسى يقول لهم بصوا حطوا بس إنتوا رجلكم في البحر أول ما حطوا رجلكم في البحر يقول البحر تشقنوا الصيل يابسة يمشوا في اليابسة يا نهر أبيض ايدي فيه تسليم أكتر من كده؟ طيب مشيوا عدوا فرعون جاي بقى ومالك بقى وقال شوف يابسة يلا نعدي زيهم أول ما يعدي ما يترجع تاني ويغرقوا العجب ده عجب طيب كمان فيه لحن اسموتين قويهن سوق اللي هو ايه؟ نتبعك بكل قلوبنا بنقول ايه في اللحن ده؟ نتبعك بكل قلوبنا وأنا خافك ونطلب وجهك يا الله لتخزين نتبعك بكل ايه؟ قلوبنا فلما ايجا صلي تنبعك بكل قلوبنا خصوصا مثلا في الطريقة الكياهكي المعروفة اللي احنا منصليها اللي انتوا بتحبوها ما قولهاش ما رددهاش كده وخلاص تعالوا نسمحها برضو ولا يعود مرة أخرى ولكننا نتبعه دائما نتبعه في حياتنا على الأرض ونتبعه إلى الأبدية لأنها هي حياتنا إدراكنا لسر هذه الحياة أن حياتنا منه وإليه له به فيه وبالتالي يكون كياننا الإنساني هو كياننا في المسيح وكياننا الإنساني يعطي للإنسان سلاما كياننا في المسيح يعطي للإنسان حياتنا كياننا في المسيح يا الله لا تخزينا خال note معنا بحسن ويحسن ودع فهم سلامهم وكياننا في سلب الو Danك célبا يا رب أعننا طيب آخر حاجة نختم بيها هي الأجبية أي حد فيكم في نهاية صلاة الأجبية هيلاقي كتعة جميلة جدا محب أصلي بيها كل فترة خصوصا لما يكون محتار أرجوكم صلوها وإنتوا حسن لما تحس أن أنت عايز حاجة أطلبها ولكن قولوا كده بالضبط أطلبها ربنا حنيين ربنا ده أب أطلب ومش أقول لك ما تطلبش بس أنت مش عارف هي حسن ما شئت ولا مش حسن ما شئت فأطلبها وقلوا كده إلهي أنت تعلم أني اللي أعرف ما هو الصالح لنفسي وها أنا قد شرعت فيه صفر ارتباط شغل أين كانوا تفعل الحاجة دي اللي أنت عايز تقوله تكلم معاه كأب حنيين فمن أين لي أن أعرف جيدا ما هو الصالح هي إن لم استرشد نعمتك في ذلك فأسألك أن تتبرني لا تتركني ومشورة نفسي معايا؟ بيقوله إيه بقى ودبر الأمر بحسب إرادتك كما يوفق صلاحك وإن حسن لديك فليكن كما تريد وهبني نعمة لأتممه وإن كان يضر فإنزع مني يا رب إيه هذه الرغبة لأنك عليم بكل شيء صليها وصليها أنت كمان من قلبك أنا يا رب أعجز الحاجة الفلانية لو أنت شايف فيها خير اعملها مش شايف وشايف فيها ضر إنزحها من قلبي وأنا مش هزعل منك وأنا مش هزعل منك طولت عليكم أنا عمري في حياتي ما اتكلمت كلمة جبيرة كده أشكركم وأسف لو كنت طولت وإلى إلهنا كل المجد يا رب أمين طيب بص بعشان ما أبقاش ضف طقيل اسأل يا بشوي وعماد بقى هو يجاوب مفضل مزبوط وده اللي احنا كنا منقوله علشان بس أنا قلت إن هي صادمة لكن إحنا صلاة مش خد غير مشيرة الله الله كله الكدرة وكله المعرفة وبعلمه السابق عرف إننا ممكن في وقت من وقتها صلي وهو هيستجيب وهو هيستجيب صدني كويس ما هو ده اللي أنا بقوله لسه حالا بقوله هو ممكن نقول إن دخلت كديس معين أو خليت حد يصلي وخف معايا هو ساعتها ده تغير مشيرة الله لا ده اللي أنا لسه بقوله بعلمه الصابق علمه الغير محدود عارف إنه في وقت من وقت فلان هيصلي أو هيتشفع عن فلان وأنا هستجيب معايا واتمجد من خلال هذا الشخص وده جمال الشفاعة في كنساتنا ولو ما استجيبش يبقى أسك إن أنت رب شايف أن الخير إن هذا الشخص يكمل في مراده لأي أن كان السبب وأنا واثق في حكمتك حتى لو مات فأنا واثق إن أنت ده الوقت المناسب اللي أنت خدته فيه عندي من المرونة إن أنا قدر أميز إن كان فيه شفاعة وربنا اتمجب من خلال هذا الشخص ولا لم يستجب لنا بس هو شايف إن كده أفضل له معايا عندنا من المرونة هاي مينا جميل جدا السؤال ده جميل جدا حلو واوي السؤال ده تسألتم مرة في اجتماع شباب برضو نفس السؤال إيه الفرق ما بين البرزيستنس إن أنا أصر وسابر على حاجة وإن أنا حاسس إن صوت الله بيقول لي ما كملش فيها بصوا لا فيه فرق كبير المسابرة دي يعني معافرة يعني مش مع أول حاجة هتوقع إن كنت خلاص تيقص يعني واحد عايز يسافر امتحان الإنجليش وقعت فيه مرة واثنين وثلاثة لا معلش ما ممكن ييجي من ربع مرة وفيه ناس بيوصلوا خمستاشر مرة بس فيه شواهد تانية بتقول لي ما تسافرش معي؟ فيه حاجات كتير قوي بتقول لي ما تسافرش ففيه ثرق ما بين إن أنا عندي روح التحدي إن أنا فشلت في حاجة فلاق هفضل وراها وهكمل ويعني هعمل أقصى مجهود ولكن فيه علامات تانية على حسب كل شخص مش هعمم بس فيه لو أنا بصلي فعلا صوت ربنا لا واضح يمينة صوت ربنا هيوضح واضح وهيبقى مفرح لو الصفر هو طريقك هو مش هيا مش فرق معا أنت هتسافر هتقعد في مصر ولا برا مصر نعم فرحان بس ما يكونش لزة داخلية لازم يبقى صوت الله فعلا صوت الله فعلا مفرح بس ما يبقاش ما أنا ممكن أبقى فرحان أو متلزس بخطيئة صح يا غلط معايا صوت الله مفوش كسر الوصي ومفرح لو الحكتين دول موجودة في الحاجة اللي أنت ماشي فيها جوا هت يا معلم أنت كده ماشي صح أوكي أنت ماشي صح فرحان وعندك سلام داخلي وما بتكسرش الوصي ما فيش لزة مصاحبة الخطيئة لو في حكتين دول كمل وقوم امتحنت انجلش مرة واثنين وثلاثة امتحن تاني وهتجبها معايا اشكركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة